دعالوا مع بعض نحل المسألة رقم واحد في المسألة رقم واحد عايزنا نحسب ناتج ضرب 374 في 62 وجيب للنموذج وحاطط لي فيه بعض الأرقام دعالوا نكمل النموذج ونكمل الأرقام أو الأعداد اللي نقصها أول خطوة إحنا بنعملها إن إحنا بنجيب الصيغة الممتدة للعدد الأولاني ده اللي هو 374 374 عبارة عن 300 هكتب هنا 300 وهو كاتب في النموذج 70 يبقى فاضل هنا إلا 4 والعدد الثاني اللي هو 62 هنوزعه على الصفوف بالصيغة الممتدة بتاعته الصيغة الممتدة بتاعته 62 عبارة عن 60 زائد 2 هنكتب إحنا 60 هنا في الصف الأولاني والتنين موجودة في النموذج بعد كده نضرب الأعداد أو الصفوف في الأعمدة يعني هناخد الستين في تلتمية على طول الستين في تلتمية آدي 18 ألف تعالوا نضرب الستين في سبعين إحنا عندنا صفرين والستة في سبعة باتنين واربعين يبقى عندنا أربعة تلاف ومتين بعد كده الستين في أربعة الستة في أربعة بأربعة وعشرين والنزل الصفر اللي موجود عندنا يبقى الناتج ميتين واربعين تعالوا نروح للصف التاني عندنا اتنين في تلتمية يبقى ستمية وبعد كده اللي اتنين في سبعين الناتج بتاعها موجود عندنا اللي هو مية واربعين واللي اتنين في أربعة بتمانية والناتج بتاعها موجود الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنجمع نواتج عملية الضرب يعني هنجمع الـ 18 ألف وبعد كده هنجمع أربعة تلاف ومتين وبعد كده هنجمع الميتين واربعين وبعد كده هنجمع الستمية وبعد كده هنجمع المية واربعين واخر حاجة هنجمع التمانية تعالوا نجيب مجموع الأرقام دي كلها بسرعة جدا قادي التمانية هتنزل في الأحد وبعد كده العشرات عندنا أربعة واربعة تمانية وبعد كده عندنا المئات اتنين واثنين أربعة وستة عشرة وواحد حداشر نكتب واحد ونعمل اعادة تسمية للواحد هنا في الألاف واحد وتمانية تسعة واربعة تلاتاشر بنكتب تلاتة ونعمل اعادة تسمية للواحد ده واحد واحد اتنين يبقى ناتج الضربة عندنا تلاتة وعشرين الف مية تمانية وتمانين شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن